تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وبحضور سعادة سيد سلمان بن عيسى بن هند المناعي محافظ محافظة المحرق دشنت الوزارة بالتعاون مع المحافظة وبلدية المحرق حملة تشجير مدارس منطقتين لبسيتين والساية وذلك في مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبني وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز ثقافة الزراعة والتجيير والعناية بالبيئة عبر إشراك طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في مختلف الأنشطة والفعالية المتصلة بالتجيير والعناية بالبيئة لافتاً إلى أن هذه الحملة تأتي جزءاً من سلسلة فعالية مدرسية وطلابية ستقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذه على امتداد العام الدراسي من جانبه قدم محافظ محافظة المحرق خالص شكره وتقديره لسعادة وزير التربية والتعليم على هذه الدعوة التي طلع من خلالها على الجهود المميزة التي تبدلها الوزارة مشيداً بما لمسه من إبداع وتطور علمي فيما قدمه طلبة المدارس من خلال المعرض الذي أقيم على هامش الزيارة مؤكداً بأن التعليم النظامي في البحرين يشهد قبزة نوعية وتطوراً لافتاً في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المتقدمة طبعاً تنفيذاً لتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان من حمد الخليف والي العهد رئيس مجلس الوزراء تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطة تشمل جميع المناطق التعليمية وجميع المحافظات تهدف إلى تعزيز طبعاً وعي الطلبة بأهمية الزراعة والتخضير وأيضاً نظافة البيئة فهناك في الواقع خطة طبوحة في هذا الجانب تستمر خلال الفصل الدراسي الأول والثاني وأيضاً على مدى السنوات القادمة يشملها أيضاً تعزيز المناهج التعليمية والدراسية وزيادة الأنشطة التي تسهم في زيادة وعي الطلبة بأهمية الزراعة والتخضير وزيادة الرقعة الخضراء وفي نفس الوقت زيادة الأنشطة المدرسية التي تتعلق بهذا الجانب وزارة التربية والتعليم تعمل مع شركائها في الجارة الحكومية والقطاع الخاص مثل المجلس الأعلى للبيئة ووزارة البلديات وأيضاً مختلف المحافظات من أجل تنفيذ هذه الخطة وإن شاء الله سوف تستمر إلى حين تحقيق جميع أهدافها